حبة تعرفي نفسك بدل من أحكي يعني أنا أم عندي ولدين خريط كلية إعلام قسم صحافة سنة 80 أنا في المعايش من السنة اللي فاتت من قبل سنة المعايش فكرت أن أنا أنا طول عمري بتعلم يعني من بعد ما خلصت الكلية وأنا طول عمري بتعلم يعني سنة 86 كنت حامل وأنا بولد اتخركت من كلية أقصاد وعلم سياسية أعملت دبلومة وجبت جاية جدا دبلوم سياسة خارجية وجبت جديد جدا وأنا عمري ما وقفت يعني طول الوقت أنا بحب التعليم جدا لأنه بيمثل بالنسبالي حالة من الشغف وحالة من الدهشة وحالة من اكتشاف أسئلة أنا ما كنتش عارفاها وإجابة على أسئلة أنا عايزة عارفا حاليا بعد قبل ما أطلع على المعايش بسنتين كنت بدرس في كلية التربية للطفولة المبكرة دي غير الدراسة الحالية أنا تخرجت السنة اللي فاتت من كل من دبلوم خاص لزوء الاحتياجات الخاصة وكنت في نفس الوقت بدرس في برنامج الماجستير برغم أن ده مش مفروض يحصل يعني بس يعني قانونا ممنوع أن أنا أجمع بالدراستين في وقت واحد بس أنا عملت كده كسرت القانون آه للأسف يعني أنا كنت شايفة أنه يعني مدام الوحد قادر يعمل ده هو صحيح صعب شوية وأنا عدت علي سنتين كمصعبين جدا بس طالما أنت قادر على أنك ده أنا على فكرة جايبة جايج جدا هنا وجايبة امتياز في الناحية التانية فمدام دام الإنسان قادر على أنه يعمل ده فليه ما يعملش ده فقبل ما أتخرج بسنة قررت أن أنا غير كرير أسيب كرير الإعلام والشغل في كرير تاني أنا بحبه جدا أنا بحب الأطفال جدا وبحب أتعامل معهم فقررت أن أنا طيب أنا عشان غير كرير لازم أتعلم فدخلت كلية التربية لطفولة المبكرة وجي كلية خاصة بالأطفال بالرياض الأطفال يعني وبدأت من أن أنا عملت دبلوم مهني علشان نعمل معادلة مبين نقلة مبين الدراسة وبعدين بعد كده كان في سنتين تخصص دبلوم خاص فأنا تخصصت في زوي الإحتياجات الخاصة وفي نفس الوقت دراسة تبقى في برنامج الماجستير في دخصصي اللي هو الإعلام ده الحالي ده الحالي اللي أنا مفروض أن أنا هعمل الماجستير في التخصص ده وأنا هعمل برضو ماجستير إعلام لزوي الإحتياجات الخاصة طيب واضح يعني أنه حضرتك طالبة علم من بدري ومعظم الحاجات اللي عملتيها ممكن تكون أو تقريباً ابتدت بعد مولادك اتخرجوا واشتغلوا صح كده؟ لا وفي حاجات وهم طلبة يعني هما لسه في المدرسة وفي حاجات طبعاً يعني أن أنا يعني هما في المدرسة نزي ما قلت حركة عملت دبلوم سياسة دولية كنت لسه ابني باو يعني والدك كنت باعمل بقى دورات تدريبية كتيرة طبعاً لشغل كنت باقدرس لغة كنت باقدرس كومبيوتر طبعاً لشغل كنت بس عملت محاولات كتيرة للماجستير وكلها ما كملتش يعني لظروف كتيرة جداً يعني دي المحاولة الخمسة إن شاء الله تكمل طب إيه رأيك في فكرة يعني أكتر جملة بسمعها بعد ما شاب ودوك كتاب آه أنا أكتر سؤال كنت باتسئله من زميلة طلبة أنت بتعملي كده لي آه آه أنت بتعملي أنت ليه بتدرستي ليه بعملة في نفسك كده يعني بتدرسي في كليتين وده مرهب جداً بتعملي كده ليه آه يعني يعني طبعاً هو يعني بعد الستين بالنسبة لنا ما فيش مجالات شغل لا حنتعين في الجامعة بالدراسة دي مجالات شغل للناس اللي بفوق الستين مجالات محدودة جداً إلا إذا كان فيه مشروع خاص يعني عندك دخل فتعمل مشروع خاص آه وبالتالي أنت بتعملي كده ليه طب أنت شايفة أنه فيه وصم في المجتمع على اللي بيرجع يدرس تاني وهو في سن أكبر شوية هو مش وصم هو آه يعني حالة من الاستغراب واستغراب والدهشة اتحجبتي لا يعني ما اتهجمتش لكن زي ما بقولك كان سؤال أساسي ليه يعني أنت تعب على نفسك ليه وتنتحني وتصحي وتعودي تعملي الكلام ده وتدخلي في برنامج تعليمي وتدخلي متحنات وهذه حاجة فعلا مرهقة يعني لكن كان فيه استغراب كان فيه دهشة كان فيه مش وصم طبعاً محدش بيوصم التعليم محدش بيرفض الناس تتعلم لكن بيبقوا يعني فين أنها حاجة غريبة مالهاش لازم او مالهاش لازم بعدين هتعملي بها اي هتعملي بها اي بزبط تشتغلي بالكلام ده يعني هتعملي بها اي تبو انت عملتها ليا لأنه زي ما قلت لك التعليم بيعملي حاجات كتيرة جدا أولاً بيخرجني من الكتئب يعني أنا كل ما كتائب اروح تعلي جدايات ثانياً أنا عندي تساؤلات كتيرة جداً ما بيجاوبش عليها غير انك تتعلمي أو تقري أو تدخلي تجارب ثالثاً التعليم بيعملك حياة جديدة انت بتتعرفي بناس وبتكتسب خبرات وفي سنة لما تعلمت في سنة ما تجدت جسوري لأجيال تانية فهمت عنها حاجات وفهموا عني حاجات خدت منها خبرات وتعلموا مني حاجات وتعلمت منهم حاجات وأنا عز قلت انها تعلمت منهم أكتر مهم أتعلموا مني طلبة اللي ما حدرتك بيكونوا أعمارهم إيه يعني كلهم 18-20 ولا في فئاتهم ربط لا أنا عندي طبعاً كانوا المعظم تحت تحت الأربعين شوية كده في حبة زنططة كده فوق فوق الأربعين من الأربعين لخمسين نادراً طبعاً ما بتلاقي حد فوق الستين يعني واحد اتنين تلاتة وأنا صدفت طبعاً وأنا عايز أقولك أن أنا مش حالة فريدة لا فيه ناس كتير فوق الستين يعني من من سبعين تلاتة كده شوفت واحد عنده 84 سنة عمل دكتوراه بس هو عراقي 84 سنة عمل دكتوراه في الأنسب وبيقال إنها دكتوراه متميزة جداً ففيه لا من ناس هما مش كتير أنا لما كنت بدرس مجلسير أياما تخرجها كان عانى واحد كبير في السنة وكان بيدرس في برنامج المجلسطين طب بالنسبة للدمج بقى بين يعني فيه فئات عمرية مختلفة بتدرس معاكي فأكيد فيه مشاريع بتعملوها مع بعض زي بتلاقوا حاجات مشتركة ولا ما بينفعش تلاقوا حاجات مشتركة بوسي هو دلوقتي علشان النظام الجديد في التعليم دي حاجة كويسة إنه الناس بتشتغل عمل جماعي يعني فيه مشروعات كتيرة ما بتعتمدش على إنه إحنا بنقدم أبحاث فرضية لكن بنعمل بروجيكت جماعي وبنشتغل فيه كلنا في البداية طبعا بيبقى يعني علشان يعني بيبقى فيه موقف كده من الشباب ضد الكبار إنه يعني أصله هو هيكسل أصله هو مش هنيبقى في عارفين نتفاهم معاه أصله خبراته في التكنولوجيا ضعيفة أصله هيجيعمل معانا إيه هيعتمد علينا إحنا هيعتمد علينا إحنا هيعتمد علينا إيه أو بالضبط وحنا هيبقى عبقى علينا طب نخدم من باب الشافقة طب ما ناخدهوش خالص وساعات طبعا لأن هم بيبقوا معظمهم خارجين مع بعض من الكلية فبيبقوا هم عندين شلتهم ومجتمعهم وتعودوا على بعض فبتبقى أنك تدخلي بس أنا صادف أن أنا لما دخلت الدبلومي المهني في كلية التربية صادف أن أنا كان معي ناس من تخصصات مختلفة ومنفقات مختلفة فكنا بتختار بعض يعني كنا فآه كان معي أعمار أصغر مني يعني أنا كنت أكبرهم سنًا وأنا دفعتي كنت دايما الأكبر سنًا وليس أكبر مني يعني أنا كنت الأكبر سنًا بس أنا عرفت أن أنا أقول لهم لا أنا عندي حاجة ممكن أعملها أنا بلتزمة أنا بعمل شغلي أنا يعني وجزء من النجاح أن أنت ما تحاوليش تبقى قائد لشباب صغير يعني ديهم فرصة بتحذروا بقى سوى وكده بنحذر سوى ولا بيشوفوا أن أنت حذارك مش زيهم لا لا بنحذر سوى وبنتكلم سوى هما طبعا في البداية بتبقى فيه بيبقى فيه كده حاجز بس بيعتمد عليك في أنك تزيل الحاجز ده وأن إحنا بنحذر في حدود أن إحنا كلنا بنحترم بعض أصلي احترام ده مش متوقف على السن يعني أنا ممكن تقولي لي يا هدهد بس بحنا بنحترم بعض برضو طب بتشوفي نظرة المجتمع إزاي بالنسبة للسن وهل دي نظرة صحية في رأيك؟ لا هو طبعا المجتمع بيشوف أن الكبار في السن دول مفروض يركنوا على جنب يعني بشكل عام أزهول كده كبار السن خدوا فرصتهم في الحياة وعليهم بقى أن هم يعودوا في رجوع التلفزيون أنهم بكتيروا كده يشتغلوا إبرة بكتيروا يا ربي أحباد أنا بش جد طبعا الناس منها تقعدوا تشتغل تريكبو إبرة وكرشي والكلام ده حاجة لطيفة قوي بس يعني ما يعملوش أكتر من كده خلاص يعني كفاية عليهم يعني يجوا يشتغلوا ويزحمون ده أساسا فرص العمل زي بالظبط الكلام عن أن فرص العمل قليلا فنقعد ستات في البيت فإحنا مش بس حنقعد ستات في البيت إحنا نقعد ستات في البيت وكبر السن في البيت وكل الناس دي في البيت لأنه يعني يخلوا صغيرين يأخذوا فرصتهم مع أنه أنه الناس ممكن قوية يعني الكبار يده شوية خبرة مش شرط خبرة في التكنولوجيا لأن تكنولوجيا دي فرقت لكن خبرة في تنظيم العمل خبرة في الأفكار إحنا عندنا شاعر في التراث العربي أبدع شاعر الأول مرة في حياته وهو كبير في السن أبو العتهاية والناس عرفها يعني فممكن الناس تبقى كبيرة في السن بالعكس عندها فرصة أنها عندها وقت كمان للتأمل عندها وقت يعني مثلا ساعات الناس تبقى بصغرة بقوي أن أنا بلعب يوجا مثلا أحيانا أنت مش بس بتتعلمي علم يعني وش هذا لأ أنت بتتعلمي كمان أنواع رياضة جديدة آه آه فإيه كده بتاع إيه ده بتاع إيه و جا إيه ده حاجة غريبة أوي أو أن أنا مثلا نفسي أركب عجل أو أتعلم العوم أنا بعرفش عمر نفسي أتعلم العوم أو مثلا مرة دخلت مصادفة كده كتورشة للبنتومايم فساعات كده حاجات بتعمليها هي مش عشان بس قتل الفراغي يعني أنا و أنا دخل ورشة البنتومايم أنا كنت عايزة بما أني هتعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة أعرف أتعامل مع الناس بتوع التواحد من خلال إن إحنا ما بنتكلمش ما بنستخدمش لغة لأنهما برضو سعندهم مشكلة فعايزة أعرف لو البنتومايم ده ممكن يفيد في الحتة دي فصدفة كده يعني المرة الجاية لما نجيبك بقى تبقيت بقى خلاص تعرفتي تركبي عجل وتتعلمي عوم وتحكي لنا بقى عن أساسك ساعتها أحب بس أختم معاكي بكلمة تحب تقوليها للشباب الصغير وكلمة تحب تقوليها للأكبر منهم في السن أحب أقول لشباب الصغير يعني ولل الكبار في السن للطرفين يعني مفيش جاعية للصورة النمطية السابتة إن الكبار في السن حيبقوا مستبدين ويقيدونا ومفيش جاعي إن إحنا نبص للشباب إنهم طيشين فنخد التجربة في التعامل مع بعض بقلب مفتوح وبعقل مفتوح وإن ده حيفد نحنا لاتنين وحيجدد الحياة وحيدوب كتير جدا من المفاهيم الخلط اللي إحنا أخدونا عن بعض صحيح بشكرك قوي قوي للأسف في الوقت بيخلص بسرعة فأنا بشكرك جدا على وجودك وبشجعك قوي أنت شجعتنا وأعتقد شجعتي ناس كتيرة زي ما قلت لك المرة الجاية بقى تيجي وانت بتعرفي تركبي عجل وتعلم تلعوم إحنا دلوقتي هنشوف فيديو محدش قال لي لماريان بهادر هي هتكون معينا الوقت الجاي فهنروح نشوف الفيديو بتاعها ونرجع تاني هنستنىكم